يقف المواطن متفرجا ومتحسرا على وضعه وهو لا يقوى على شراء الأضاحي التي تباع بأسعار مضعفة عن الأعوام السابقة فهذه المواشي التي يتم توريدها من المحافظات الأخرى تقاوزت قيمة الواحدة منها أكثر من 300 ألف ريال نتيجة عدم استقرار العملة الوطنية بحسب ما يقول الباعة هنا أسباب قد تكون واقعية بنظر البعض فيما آخرون يقولون بأن غياب الرقابة على سوق بيع الأضاحي بمدينة الغيظة مثل فرصة للتلاعب بأسعارها والمتاجرة بمعاناة المواطنين وجني أرباح مضعفة لكن الأسعار غالية فما أدري من التجار أو من المغردين فهمتني؟ في الحقيقة ما تستطيع لأن ظروفها صعبة كان الحين المدام واحد راتب عشرين ريال عماني أنا الآن أنا جاي من عمان صدقني والله ما أبقي عندي شيء حتى ما قدرت أشتري ضحية ضحية هؤلائدي ما قدرت أشتريها لأن مرتفع السعر غالي ألا العمل حقنا نحن منهاره وهذا السبب نحن نلوم إلا المسؤولين وأنهم اللي هم القائمين على هذه الدولة اللي هم عليهم وخافوا الله فينا وفي الشعب هذا المسكين المغلوب على أمره مسؤولية قد يتحمل المجلس الرئاسي والحكومة القزية الأكبر منها فترد الوضع الاقتصادي دون إصلاحات جعل وضع المواطن والتاقر مأساويا خاصة مع حلول عيد الأضحاء الذي تتضاعف فيه التكاليف ومعها تغيب الفرحة العيدية أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهر اشتركوا في القناة